أتمنى أن الأبيض ما يكونش مضايقك بس أنا أهلوية بس اللون الأبيض مضايقك ولا حاجة خلينا نبتقى بقى من اللون الأبيض والأحمر والأزمة الأخيرة اللي حصلت شفت إزاي الأزمة اللي حصلت مؤخراً بين نادر دون الأهلي والتحاد الكرة بعد طبعاً إلغاء المبارمة بين الأهلي والزمان طيب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعاً يمكن دايماً لما بيجي يتكلم على حاجة بيتكلم بالصالح العالم ممكن جزء منها يقصوا لكن في اللهاية بتحاول أنت توصل لجدوى المنتظم تحاول توصل لوايح بتتبع ولوايح بيتم العمل بها على الجميع وأولهم النادي الأهلي أعتقد أني ممكن مش مسألة الموقف الأخير ولا حاجة لأنها مهمة جداً نوضح حاجة في البداية كده مهمة جداً أنها توصل للصغير والكبير كان مسؤول أو مشجع أو متابع أو ممارس للعب أياً كان في المنصومة الرياضية أنت لما بتيجي ترتب أوراقك بيترتب أوراقك بحسب الأولوية لما يكون فيها حاجة خاصة بالبلد فالأولوية دايماً بتبعها للبلد فأياً كان يعني حتى لو كان فيها مصلحة خاصة لنادي ما مش نادي الأهلي بس يعني فأنت بتتكلم على الأولوية رقم واحد هي البلد لكن الأهلي كان يهدف من كل اللي حصل ده اتباع جدول المسابق بيبقاش فيه تغيير في جدول المسابق لكن هعيد وقرر أن الأولوية والترتيب دايماً بتبع المصلحة للبلد يعني طيب شفت إزاي الاجتماع اللي حصل ما بين كابتن محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة يعني واللي كان الحقيقة لفت انتباه لبعض الناس حاست إنها كانت كبيرة قوي إنها كانت كمان في بيت الكابتن محمود الخطيب شفت إزاي الاجتماع ده والله يبص يعني أنا شايف إن الموضوع بيختصر شديد جداً يعني كان في البداية كان الأهلي بيتكلم على انتظام المسابقة فيه أمور بتتضح وبتبان وده مهم جداً برضو أنها توصل للناس فخلاص وصلت مش عايزة تترك للموضوع ده كتير لأنها في النهاية زي ما قلتلك ترتيب الأوضاع أو ترتيب الأرقام من واحد واثنين وثلاثة فالأولوية بتقبل مصلحة البلد يعني لكن الأهلي كل اللي كان هدفه وكل اللي كان عايز يوصله إن انت بتلعب لعبة قرة القدم في العالم كله عليك إن انت تلتزم بالجدول عليك إن انت تلتزم باللوايح عليك إن انت تلتزم بنظام المسابقة أو اللوايح الخاصة أو المنطب المسابقة لكن لو هنعيد مرة تانية أو تالتة لأن ده مفهوم نازم يوصل للجميع بما فيهم الأهلوية وكل الناس يعني إن الأول في مصلحة البلد هو اللي بيتبعه وهو اللي بيتبشي وراء طب كابتن سايت شفت إزاي البيان اللي خرج بعد كده من الاتحاد الكرة بيأكد نفسك بيان الاتحاد الكرة بصي اتحاد الكرة أنا يمكن عشرنا اتحادات كتير قوي في الكرة ترقنا في مصر في الفترة الأخيرة سواء كانوا كتب يعني كلاعب أو مسؤول يعني اتحاد الكرة هو المسؤول عن انتظام المسابقة هو المسؤول على اتباع اللوايح أنا لا عايز أخذ حق أكتر من حقي ولا عايز أوصل لحاجة أنا المفروض ما أوصل لهاش يعني كل حاجة بالأصول زي ما بيقوله فإحنا دايماً بتدوس على جرز بيبقى ينزار بتحاول تقول لا يا جماعة احنا بنلعب لعبة جماعية ممكن الأهل يكون له وضع فيها كبير جداً مش عشان فارد رعه عشان اسمه ومكانته وبطولاته وخبراته كمان يعني الأهل ما كانش بيعتمد على سياسة لاي الضراع زي ما كان بيقالك بسبب أنه معتمد على جماهريك وجماهيره لا 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 الأهل أول واحد أول واحد لما بتبقى فيه النظام حتى لو كان ضده منها على سبيل المسابقة في أوقات كتير جداً من انتظام المسابقة مثلاً السنة اللي فاتت مثلاً ولا حاجة في تغيير بعض الأمور في تأجيل بعض الأمور في ترحيل في مباراة كتيرة ما كانش ياجب أنها ترحل ولا حاجة والأهل كان بيعلم مصلحة الانتظام المسابقة لكن السنة دي كنا حابين أن الموضوع يبقى مختلف شوية لكن هقولك طالما برضو وإن ده مهم يوصل طالما الموضوع فيه ترتيب لا طبعاً مصلحة للبلد رقم واحد ترجمة نانسي قنقر